أيضا جميع الحسنات وجميع السيئات قد يقتص منه حينما يكون الإنسان يظلم إنسان أو يخوض في عرض إنسان فيأخذ هذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات إلا الصيام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فيقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ابتغاء الوجه الله سبحانه وتعالى طيب إذن كلام حضرتك بيقول إن احنا نبدأ في صيام ستة من شوال أولا هو ليس بأمر هو ليس بأمر ولكن الرأي اللي حضرتك أخذت بيهن الأمر ميسر ثم بعد ذلك معنا طول السنة نقضي مع علينا نعم آمن أراد أن يأخذ بالستة من شوال ثم بعد ذلك يقوموا بقضاء المفترض عليه فهذا أمر جائز من أخذهم إذا كان يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة في نطاق الشهر أمر مباح